موسيقى مشاهدين الكرام أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من برنامج صحتكم هذا البرنامج الذي يأتيكم عبر قناتكم قناة كل الجزائريين قناة الوطنية تيفي ويهتم بمختلف المواضيع الصحية وكذلك النفسية والتغذية والرياضة وكل العوامل من شأنها أنها تفيد صحتكم إذن مشاهدين أول موضوع لهذا اليوم سيكون حول موضوع جراحة الليزر جراحة الليزر هذه التقنية التي تستخدم لتصحيح الرؤية ولنقص ضعف النظر إذن مشاهدين هذه الجراحة تختلف بين دواعي طبية وكذلك جمالية رح نشوف مع بعض في هذا الروبرتاج رح نشوف شروط استخدام هذه التقنية كذلك النصائح وإرشادات من شأنها تفيد المرضى واللي حاب يستخدم هذه التقنية ويتخلص من النظارات تقوم فكرة القيام بتصحيح النظر عن طريق الليزر على التخلص نهائيا من النظارات خصوصا عند الذين يرون أنها تمثل عبءا عليهم ويستخدم شعاع الليزر من أجل تصحيح القرانية وفي هذه التقنية يرفع النسيج من مكانه ثم يجرى العلاج بالليزر على الجزء الذي تحته من القرانية ويغير شكلها لتصحيح العيب البصرية العملية تصحيح النظر بالليزر هذه ظاهرة كبيرة وكولد حاجة مطلوبة من طرف الناس اللي عندهم نقص في البصر ونقص في الرؤية إذن لماذا نستعمل تصحيح النظر بالليزر كان أسباب عديدة في نقص شوفها هي كما يقولون هي قصر النظر بعض النظر وعندك تقوص القرنية يعني كما يقولونها يعني عبارةها اللابؤرية هي سلاستيجماتيزم عندك تلت أسباب نقص شوفها نقص النظر نقص النظر بعد النظر وتقوص القرنية لتخلي الإنسان ما يشورش منه ما عندهش يعني رؤية واضحة ونستعمل الليزر يعني عطار قليلة قليلة على كل حال يعني بركي وش يكون يكون شوية آلم يعني آلم خفيفة بعض أيام بعد من بعد العملية يكون أربما ساعات شوية جفافتة عليين لكن لكن الأطار الأساسي هو ماذا ترجع هذه ماذا ما وش رح يصر القرنية هذه لخضعة للعملية بالليزر للشق بالليزر وش رح تقول لي ما بلع شيء سنعي ما وش رح يكون يعني الوضع التحى ما بلع شيء سنعي وتمتاز هذه العملية الحديثة بعدة مزايا من شأنها جعلوا الإقبال عليها كبيراً وسط الباحثين عن الجمال كون النظارات الطبية تحول دون ذلك باش يعني نتخلو من النظارات أو العدسات اللاسيقة كالناس خلاص كارهو ما حبوش يديرو ملو من النظارات ملو من العدسات اللاسيقة حايبين دورك ينسوليسيون تسمى حل باش يتهنى من النظارات من العدسات اللاسيقة وهذا كالناس يديرو ملو من العدسات اللاسيقة هذه الفائدة تحسك عملية خفيفة يعني مش عملية يعني تفتح العين وتخيط العين وتروح داخل العين وتقيس يعني أنسيجة العين هذه العملية ممركزة على السطح القرانية إلا إلا سطح القرانية بالجهاز الليزر والليزر يعني كما قلت هذا الليزر يعني شخول موس لكن موس دقيق جدا وما يجعش العين يعني اللي جعها إلا يعني الهدف هذا هو اللي تصحح تصحح الرؤية هذا مكان يعني ما راحش ما كانش الدم ما يفتحش ما يخيطش ما كانش تكا ما كانش موس ما كان وله إلا الليزر بالطريقة تعلق الدقيقة جدا والخفيفة لما تسبب يعني ضرار العين هذا هو الفائد انتعوه سكما راحش يضر ولا يجرح العين حاجة قفيفة ويعني كما قالك النقاها انتحها سريعة ويضع الأخصائيون عدة شروط هم للأشخاص الذين يودون القيامة بهذه العملية كونها تستثني بعض الحالات شروط باش تقدر تقوم عملية الليزر لتصحح النظر بالليزر الشروط هي ما يكونش عندك مرض العين واحد اخر لازم تكون يعني مشكلة عن نظارات وتعلى اللاسات اللاسيقة يعني ما تقدرش لازم تكون عينك صافية باتكونش عندك التها في العين باتكونش عندك قرانية رقيقة بس كاذك العملية بالليزر واشن هي باش نفهموا الناس يعني واشن هي العملية بالليزر هي تسمى شق يعني تسطح يعني القرنية هذيك الجهة الأمامية تالعين تسطحها تتشقها باش تنقص لها الحجم انتحها باش تتولي رؤية واضحة يسمى باش الليماج هذيك تروح تتركز في الشبكية وهل لي عنده مشكلتها بعد نقص النظر ولا تقوص القرنية هذيك الأشيعة الاليومية هذيك ما تروح سواسوا في الشبكية كي تدير هذي حساب بالليزر تسطح القرنية تشقها نقص لها الحجم انتحها باش هذيك لاليوميال تروح تتركز في الشبكية وطولي رؤية صورة واضحة اذا باش واحد يقوم بالعمليات على اللازر لازم يكون عينه صفية لا لازم يكون حمراء لا لازم يكون عندها التهاب مزمن لا لازم يكون عنده حساسية كان حاجة لازم نجتنبوها يعني في كده العمليات على اللازر هي لحكة العين باش ما لازم يحك عينه بسك رايحن يخدموها القرنية رايحن يسطحوها رايحن يشقوها لانك هذيك ما بعد العملية نازم واحد ما يكونش إلا عنده الحمورية إلا عنده الحساسية إلا عنده الالتهاب مزمن إلا عنده الجثاف العين ولا يقدش يدي العمليات بميو بي بازوبنا كنت تكون لازم لحقة التنمية الكاملة انتحها إذا واحد يدير العمليات وما زال قصر نظرة ما زاله يتمشى ما زاله يتطور هذا يدير اللازر بعد سنين يعود يدير اللازر يكون تروح الفعالية تحت العمليات إذا لازم يعرف هذا السيد إلا حاب يدير اللازر لازم يتأكد باللي هذه المشكلة تعه للحق التنمية الكاملة تعه يعني ما لازم يكون يزيد التطور سنو ما يفضر وكما قلت ما لازم يكون مرض زايد في العين لا في الجثاف لا في الملتحمة لا في الحساسية لا في القرانية الرقيقة ما تستهلش القرانية الرقيقة ما تستهلش العملية باللازر وطلقات الرقيقة وواللازر يزيد يشقها ويزيد يدخل في الأهم موقات ومشي ما يقول ما لازمش يروح يدي العمليات لازم يأخذ نصائح ولازم يكون فحص العين الدقيق نشوفه حتى لدى العمليات قرانية تولير كيك على وش كنت أولا وثاني عندك كما قالك تعتيرات على قياس ضغط العين كي يكبر عندك ثاني لازم نلاحظوا بالشبكية تأسيب لأن الأغلبية لديهم قصر نظر عندهم شبكية ربما تقدر تكون ضعيفة أو تكون تفتتة لا تقدر تدير العمليات قبل أن تدير فحص كامل للعين لا تنظر شيئا كمبلي ترى أولا القرانية تأكيلة لا يشركها بزاف ترى الشبكية تأكيلة لا يشمع لا يشمع مفتتة ولا ضعيفة ولا فيها الجرح وترى يعني التنسون تعلينين وترى كيفية لا تقدر تديرها بطريقة لا مبالاة كمي وتبقى العناية بالعينين مهمة بالخصوص للأشخاص الذين يعانون من مشاكل نقص النظر إذ يستوجب ذلك زيارة الطبيب بانتظام لتجنب المضاعفات مستقبلا ورجعنا لكم مشاهدينا ومن موضوع الجراحة بالليزر للعين سنرى موضوع آخر موضوع نفسي كما عودناكم في برنامج صحتكم دائما هناك موضوع جسدي وموضوع نفسي لأن الصحة هي صحة جسدية ونفسية لكي يكون هناك توافق إذن ثاني موضوع اللي رح يتزامن مع الدخول الاجتماعي والمدرسي اللي من خلاله رح نتمنى والتوفيق لكل يعني المتمدرسين وانقلوا لهم دخول مدرسي موفق للجميع إذن موضوع اليوم رح يكون حول التحضير النفسي للطفل المتمدرس اللي هو مسئولية الأولياء بالدرجة الأولى رح نشوف هذا الروبرتاج ونعود حتى تكتمل فرحة الدخول المدرسي للتلاميذ بعد انقضاء العطلة الصيفية لابد ان يشمل ذلك الجانب البسيكولوجي من خلال تقديم النصائح والإرشادات من قبل الأخصائيين وهذا من خلال ورشة تقدم فيها النصائح والحوارات حول المشاكل التي يعاني منها بعض التلاميذ كهذه الورشة التي نظمت بدار الشباب بالقبة قبل أيام من الدخول الاجتماعي الورشة هذه اللي درناها الهدف منها انه تحسيس الأولياء أكثر من الأبناء لأنهم هما الخوف التاحهم وضغطة التاحهم والقلق التاحهم ينقلوه عن غير قصد للأبناء التاحهم يحتموا بزاف غير بالتحضير الدخول المدرسي ويقولك ايه الحالة النفسية تكون مليحة لا يأخذوش بعين الاعتبار لا يأخذوش بعين الاعتبار الحالات النفسية القدرات الفكرية وننبه دايما على المحيط المحيط اللي عايش فيه كل واحد نعطيه له تحضير نفسي على القدرات الذهنية تاعه على المحيط اللي عايش فيه اسكو هذا التلميذ هذا اللي عاود كيفاش نعاوده نشجعه باش يواصل يواصل دراسة تاعه بتميز وعلاش لا لا وانا في الورشات نحب نمد نفتح مجال للاولياء يطرحوا اسئلة باش نعرف كل واحد على حساب القدرات تاعه والحساب البيئة تاعه التحضير النفسي لدخول المدرسة بصفة عامة أنا نشوف باللي لازم يتضمن ثلاث فئات ليه هي فئة الوالدين بالدرجة الأولى ليتعاون بزاف في التحضير النفسي لفئة التلميذ ومقابلها أيضا للأساتذة الأساتذة والمعلمين بحكم أنهم هذا العام بعد جائحة كورونا والحمد لله على كل حال رح يتغير نظام التفويج اللي كان من 2019 وهم نظام التفويج الواحد والآن هذا العام رح يكون نظام التفويج الكامل أنه هنا رح يكون التحضير النفسي للجامع لأني نشوف باللي الأولياء رح متخوفين جدا جدا من هذا التفويج الكامل اللي والفو يقول لك أنا يا أبنائي اللي والفو باللي أراهم شو قرأوا نص نهار وما قرأوا شو والفو وهيضا والقسم كان فارغ الاستيعاب بتاع التلميذ فهذا كامل لازم يكون يخذوه الوالدين بعين الاعتبار وأيضا التلميذ وأيضا الأساتذة كل على بعض وأيضا اسمحي لي وأيضا كامل تلميذ اللي هما مرحلة الابتدائي اللي دخلوا سنة أولى في 2019 هذو أهم فئة لازم يكون عندهم تحضير جيد هذ العام لأنهم والفو يقرأوا يومين في الأسبوع والذركة راح ينشغل مشاف في الفكر تاحهم باللي هذي هي طريقة التدريس راح تجيهم شوية صعبة بسحكيكم كاين تحضير نفسي راح تكون أرياحية أكثر ونتائج راح ينقدمون نتائج أفضل بإذن الله أنا يوسف بن شايب يوسف عمري 14 سنة ونقرأ سنة رابعة من تعليم متوسط يحب نزيل شوية فطعني مساعدة لازم نحفظ نوجد قرايتي أريد شهادة تعليم متوسط على العام ثم أشغل لازم نتابر بش ننجح نحب أشغل أنا اللي الخاص أنا اللي ندير أكشغل أنا أوجد كوليج بس كل واحد ينقلكوا واحد تخمانوا كل واحد تكشيفهم ثم أتلخي تجيب لي تلخي سواحد ما نعرفوش كشغل تلف لي بيني بينه يعجبتني تلك كورونا كشغل كنت نفهم وما كش لغير شي في القاسم لا يقتضي التحضير النفسي للتلاميذ على دور الأخصائيين النفسنيين والمرشدين فحسب بل هو واجب على الأهل بالدرجة الأولى حيث أن تهيئتهم نفسيا قبل وأثناء الدخول المدرسي يلعبوا دورا هاما في تحفيزهم للدراسة الأولياء لا يجب أن يكون عندهم تخوف من البروغرام الجديد ومن التفويج الواحد هذا لا يجب أن يكون قبل أيام من الدخول المدرسي لا يجب أن يذهبوا ويبدأوا الأبناء يلا هتا ترقد بكري يجب أن تنظر بكري يجب أن نحيلك هكذا يجب أن يتعاملوا معهم بطريقة ذكية فقط طريقة الآن لا يجب أن نسبب له الضغط يلا هترقد ترقد من الدراسي هذا الخريطة الذهنية لا يجب أن تكون سليمة سيدخل بمخاوف بقلق هذا القلق والمخاوف من يأتي الوالدين هم الذين يغرسوها في الذهنية الطفل مثال صغير أقول لك أنا أحتم على أولاد يرقد على تساعة أنا هذا كالنهار صباح نوضوه بكري كنت نوضوه بكري تحتموه نوض بكري سيعياف النهار أوطوماتيك لا يرقد في الليل أرى أني درت خطوة بدون ما نسبب له ضغط هذا العام نهضروه بصيفة عامة لأنه كين تلاميذ لأول مرة الدخول المدرسي هذا رح يكون شيء عادي رح يكون التحضير النفسي المعتاد عليه أن هالأم من قبل في التشجيل ترافق أوليدها تديه تحكيله تكون في الطريق تحكيله وتقول له هذه المدرسة رحي مكان ثاني كيما البيت رح تصيب معلمة كيما الأم متاعك هذا هو التحضير نفسي مع المديرك المقابلة الأولى شغل رح تكون المدرسة ما شاء الله المقابلة رح تكون مليحة فرح يحب هذه المدرسة الضغط النفسي على التلميذ من قبل الأهل لدفعه لتحسين مستواه الدراسي قد يؤثر عليه سلبا عوضاء يحقق نتائج جيدة ولهذا ينصح بعدم عكس رغبات الأهل التي لم يحققها على الطفل وللأسف فراني نشوفه في ظاهرة ريتمشي وتتزايد تعمل تلميذ لعندهم الحمد لله رب يخلقنا كامل سواسية بغض النظر على عنده اضطرابات ولا عنده تخلف عقلي ولا شغل الأولياء وش يديروا عدو ما يهمهمش ما يهمهمش ولدهم ولا وش روح يقرأ ولا ولا القدرات تتاعوا والقدرات تزامنا مع البيئة اللي عايش فيها هذه نخذوها بعين الاعتبار يديروا مقارنات على النتائج فقط مثل أنا أوليدي لم أفرط له بيئة ساليمة وهذا الطفل عنده بيئة ساليمة أنا ما نشوفش البيئة ويرام عايشين يروحوا ديغا كتمو يشوفوا النتائج وهذا خطأ هذا أوليو باش رحين يحفزوا أولادهم باش يحسنوا رحين يديروا لهم يحبسوا لهم هذيك ولا يقللوا لهم يعود عندهم شغل رانيو يشوف بزاف مقارنات وهذا خطأ بذي تقدر تدخل يخدموا عليها الأولياء من بداية النمو تع الطفل تاحهم يشوفوا الميولات تاعه يشوفوا ش عنده مواهب وش قدراته وهذي أنا ثانين أرجعوا لدخول المدرسي تع سنة أولى التحضير النفسي رح يكون عن طريق أنك انتي ركي جبتي من الطفل تاعك وش يقدر يكون وش يحب هو يحب هذيك المهنة يحب هذك عنده كنموذج مهنة هذيك يكون عنده شخص كنموذج مليح منه انتي تعززي له هذيك الفكرة على حسابه وش يحبه هو وتمشي مع هذي الفكرة هذي الفكرة إلى أن يصل لسنة ثالثة رابعة متوسط رابعة متوسط باش يروح التخصص يا علمي يا أدبي وهنا شقول كي تبدي بداية صحيحة مع الطفل تاعك من سنة أولى راح كي توسلي المرحلة اللي بدا يخير فيها التخصص شو راح كنت خدمتي عليه من سنة أولى التخصص اللي راح يخيره يبدأ من رابعة متوسط باش يروح أدبي ولا علمي هذا كخطوة أولى والخطوة الثانية راح تكون في شهادة البكالوريا وهذي عندها تأثير بزاف كبير على التلاميذ لدفع عندي حالة مجتهدة وكامل وخدمت بالتخصص لخيره لها الأهل التاحة وفجأة ما صابتش راحة بعد 26 عام وراحت راي بدلته وراحت عاود تخصص لحباته حتى نجاح ذاك تلميت وخلاص راح خدم خدمته ما تبقى هذيك الحاجة حتى بوغيميته شغل من الأول نصيحة للآباء أنه في التربية وخصوصا الأم نحن كشعب جزائري في الهلا كل شي المسئولية للأم شغل الأم تحاول تعرف ميولات للطفل تاحا منذ الصغر وتنميلوا الموهيباتها وتكون يمثلوا الاستعداد النفسي من أهم العوامات الأمل التي تساعد التلميذ على استقبال الدراسة بروح معنوية عالية ولا يكتمل هذا إلا بمساعدة الأولياء واحتواء احتياجاته النفسية ثم دور المختصين والمرشدين لتوجيههم بالشكل الصحيح إلى هنا مشاهدينا ننهي هذا العدد من برنامج صحتكم تقبلوا تحياتي ألقاكم في مواضيع أخرى منوعة ومختلفة شكرا على المتابعة والإصغاء سلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر